بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء في الحلقة التي قد مضت تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن شهادة الله سبحانه وتعالى للصحابة في قرآنه بفضلهم وكرامتهم وانفرط الوقت من بين أيدينا وها نحن نكمل ما قد بدأناه عن فضائلهم في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ الحديث عن تراجمهم وسيرهم واحدا واحدا من هؤلاء الذين لم تسلط عليهم الأضواء وقلنا أننا نعيش مع هذه المجموعة التي أكرمني الله سبحانه وتعالى بالتأليف عنها في هذه الموسوعة التي خرج الجزء الأول منها بعنوان صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء الله سبحانه وتعالى في قرآنه يخبرنا أنه قص على الأمم السابقة في كتبهم كما في التوراة لأهل التوراة وكما في الإنجيل لأهل الإنجيل قص الله سبحانه وتعالى عليهم وأخبرهم بنبأ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في أواخر سورة الفتح محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظا فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار لو وقفنا مع كلمات هذه الآية لنرى عجبا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا محمد رسول الله والذين معه الصحابة ما كان حالهم أشداء على الكفار رحماء بينهم ما أجمل هذا المجتمع المسلم الذي صنعه الصحابة رضي الله عنهم مجتمع تسوده أجواء المحبة والرحمة والمودة والوئام والصفاء والشفافية بين أفراد هذا المجتمع الذين قال الله تعالى عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ما من هاجر إليهم مع هذا الحب تجد الرحمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا يقول لنا عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم كلمة يعني استوقفتني الله يقول لي ويقول لك تراهم ركعا سجدا تراهم أي إذا سلطت الضوء على مجتمعهم تراهم ركعا سجدا يعني إذا سلطت الضوء في أي وقت على هذا المجتمع سترى فيه راكعا أو ساجدا أو قائما أو تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى أو ذاكرا لله جل وعلا أو هو وصف لطول رقوعهم وطول سجودهم وطول قيامهم وحسن صلاتهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى الله جل في علاه يصف هذا الجيل فهم عباد هذه الأمة هم عباد هذه الأمة من الأخطاء التي يعني يتكلم بها كثير من الناس أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن العباد ذكروا أجيالا بعد جيل الصحابة لابد أن نبدأ من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعبد هذه الأمة ثم نتكلم بعد ذلك عن الصحابة هم عباد الأمة الأصليون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله تعالى بحسن عبوديتهم إذ قال لي ولك تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من ذا الذي يستطيع أن يجزم أن فلانا الذي تراه من وجهة نظرك خاشعا مخبتا في صلاته أنه كان صادقا نية لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا ولكن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه يخبرنا بما اطلع عليه في قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حال عبادتهم حال ركوعهم وسجودهم أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ترى أثر العبادة على وجوههم ترى صفاء الوجوه ووضاءتها وشفافيتها ظاهرة من أثر العبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود وهنا يحضرني جواب أحد الصالحين على رجل سأله فقال ما بال أهل الليل أي أهل قيام الليل ما بال أهل الليل أنظروا الناس وجوها فقال خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي هذا هو الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في التوراة لأهل التوراة وقبل أن أخرج من هذا أتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تصف قيام الليل والصلاة في حياة الصحابة مع الرسول عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هنا ما سألها سعد بن هشام عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالت له أتقرأ يا أيها المزمل أي تحفظوا سورة المزمل قال نعم قالت نزلت أوائل هذه السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا قالت نزلت هذه الآيات أولها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقاموا سنة حتى تورمت أقدامهم وانتفخت وحبست خاتمتها ثم نزلت في أواخر هذه السنة فخفف الله سبحانه وتعالى عن الأمة انظر نزلت هذه الآيات قم الليل إلا قليلا فقام المجتمع بأكمله المجتمع كله قام لله سبحانه وتعالى حتى تورمت أقدامهم فأنزل الله عليهم تخفيفا عليهم رضوان الله تعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وهو في الكوفة رضي الله عنه بعدما صلى بالناس صلاة الفجر التفت إليهم ثم أجهش بالبكاء وقال لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال وما رأيت أحدا يشبههم كانوا إذا جن الليل نصبوا أقدامهم وفرشوا وجوههم يناجون الله بكلامه ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يميدون وهم يتلون كتاب الله كما تميد الشجر في يوم الريح وفي رواية يميدون كما يميد الشجر في يوم عاصف بين أعينهم كأمثال ركب العنز من طول السجود ثم يخرجون إلى صلاة الفجر شعثا غبرا صفرا فما بال القوم باتوا غافلين هكذا وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حال إخوانهم من الصحابة مع العبادة والله سبحانه وتعالى يقول ذلك مثلهم في التوراة أي هذا وصفهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي وصفهم الذي جاء في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في رواية الحاكم في مستدركه بسند صحيح عبد الله بن مسعود كان يقول في هذه الآية أن الله سبحانه كان يغيظ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكفار مدحهم الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان وتاب عليهم قال الله عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم الله يقول عنهم رضي الله عنهم تخيل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسمعون بآذانهم ويقرؤون بأعينهم في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله رضي عنهم فما تكاسلوا وما تباطؤوا بل زادهم هذا المدح من الله سبحانه وتعالى مسارعة في سبل الخيرات وفي صنوف الطاعات ودروبها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والله سبحانه وتعالى وعدهم جميعا بالجنة فقال لهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الصحابة الذين أنفقوا وأسلموا قبل فتح مكة هم الذين ذاقوا المرار وذاقوا ويلات العذاب ووقعوا تحت الاضطهاد وفرشت الأرض بدمائهم في مكة كانت أشلاؤهم متناثرة في المعارك وفي مكة أثناء التعزيب فسبحان الله الله يقول لهم يا من عشتم هذه الحالات الصعبة حتى نصرتم هذا الدين أنتم أعلى درجة عندي من الذين آمنوا وأسلموا وأنفقوا بعد فتح مكة بعد استقرار الدين والرخاء وتمكينه فيقول الله تعالى لهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا أي كل الصحابة وكلا وعاد الله الحسنى ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة التوبة لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه والصحابة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تخيل يعني كفى بهذه فضيلة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هذا الجيل المبارك الذي صنعه الله سبحانه وتعالى يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله يقول عنهم أنهم لا يريدون إلا وجه الله ما أجمل هذا المدح الذي يمدح لنا سرائر هؤلاء ويبين لنا صفاء قلوب هؤلاء وإخلاص هؤلاء ما أجملكم يا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال الحمد لله الذي جعل لي من أمتي من أصبر نفسي معهم وكان الله سبحانه وتعالى يحب هذا الجيل ويغضب لغضبهم الله سبحانه وتعالى كان يغضب لهم وكان يرفع مكانتهم وكان يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم كما عاتبه في عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه أرضاه وكان رجلا أعمى وكان من علماء الصحابة ومن أتقى الناس جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة والرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وصناديد الكفر يدعوهم إلى الإسلام وقد انتبه الناس معه وفجأة وفي هذا الانتباه يأتي عبد الله بن أمي مكتوم الأعمى الذي لا يرى شيئا من هذا المشهد فيخترق هذا التركيز فيشتت انتباه الناس يا رسول الله أريد أن أسألك عن كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تتغير ملامح وجهه عبس في وجه عبد الله بن أمي مكتوم وانتبه عبد الله بن أمي مكتوم كان أعمى لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه لم يرى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة تؤذي عبد الله بن أمي مكتوم لكن هذا الفعل يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم وأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى لا ينسى الناس هذا المشهد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى الذي استغنى عنك يا محمد ولا يريدك كأبي جهل وغيره من الكفار أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ما أجمل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يحتفي بعبد الله بن أم مكتوم هناك حديث يعني منتشر على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مرحبا بالذي عتبني ربي فيه هذا الحديث لا يصح لكن معناه موجود ومبثوث في أحاديث صحيحة تشبهه منها ما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن بعض التابعين دخل عليها وهي تقطع الأطرج شيء من الفاكهة تقطعه لعبد الله بن أم مكتوم من الذين يعني لم يكن لهم شأن كبير في المكانة الاجتماعية عند قريش فجاء بعض صناديد قريش يريدون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وقالوا له أطرد هؤلاء حتى يجترئون علينا قبل أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يأخذ القرار أنزل الله سبحانه وتعالى جبريلا في التوي واللحظة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد لو استجبت لطلب هؤلاء ستكون من الظالمين لا تطرد هؤلاء لا تغضب هؤلاء هؤلاء أعظم كرامة عند الله من هؤلاء المشركين أنزل الله قوله من سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين في مرة مر أبو صفيان وهو على كفره قبل أن يسلم على عمار وسلمان وصهيب وبعض الصحابة فقالوا له كلاما شديدا يعني يلمحون أنهم سيثأرون منه لما فعله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لم تزل سيوف الله لم تنل من عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر وكان يريد أن يتألف قلب أبي سفيان ويدعوه إلى الإسلام فقال لهم أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدها يريد أن يتألف أبا سفيان للإسلام فظن أبو بكر أنه أحدث شيئا وتذكر الآيات التي غضب الله تعالى فيها للصحابة فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله فانطلق أبو بكر مسرعا يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول يا إخواني هل أغضبتكم فقالوا لا يا أبا بكر وقالوا يغفر الله تعالى لك يا أبا بكر حقا رحماء بينهم الصحابة جيل عظيم لن تجد له مثيلا نذكر هذه الفضائل لهم حتى نحي سيرتهم من جديد ونعرف قدرهم وقيمتهم وإياك إياك أن تسمع لأي أحد يغمز فيهم أو في سيرتهم فالذي يريد أن يطعن في الصحابة هو في الأصل يريد أن يطعن في الدين لماذا؟ سنبين في حلقة أخرى لأن الوقت كعادته انفرط من بين أيدينا واعلموا أن الناس يريدون أن يشغبوا وأن يشوشوا على سيرة الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ليسوا بمعصومين ووصلوا إلى هذه المرحلة من الصفاء والنقاء والعبودية والرجول في نصرة هذا الدين ونشره حتى مدحهم الله سبحانه وتعالى وهؤلاء يصنعون ذلك حتى لا تتأسى بهم الأجيال ولا يخرج الشباب والرجال والنساء على أثر هؤلاء فيخرجوا للعالمين جيل قريب من هذه الصورة ينصر الإسلام من جديد فالقوم يخشون انتفاضة ديننا فالقوم يخشون انتفاضة ديننا بعد الجمود وبعد نوم قروني يخشون يعرب أن تجود بخالد وبكل سعد فاتح ميموني يخشون إفريقيا تجود بطارق يخشون كرديا كنور الدين يخشون دين الله يرجع مصدرا للفكر والتنوير والتقنين إخوتي وأخواتي وصل الحديث بنا إلى آخر هذه الحلقة فانتظرونا إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة على هذه الشاشة المباركة وصحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة